كابتن محمد برحب بيك ألف ألف مبروك الفوز الأخير على الزمالك كان يعني ماتش صعب جدا جدا كلمني عنه أولا بشكر حضرتك جدا على المقدمة الماتش كان صعب صعبتو أن إحنا كنا طبعا زي ما قلت لغلبنا من بترجيت في أول الدوري كان موقفنا كان هيبقى صعب جدا لو كنا خسرنا لقدر الله كان هيبقى مش بيدي بقى لأننا لأننا عايزة كساب الدوري مش بيدي هنستنى نتائج تانية فرقة تانية تكسب نادي زمالك وأننا نكسب الماتش بقى الأخير اللي هو نادي زمالك الدوري التاني ففجئنا طبعا بحضور مجلس الإدارة يمكن بالكامل أنا فجئت والله فعلا رغم أن الماتش صعب لأنهم عندهم ثقة كبيرة في الفرقة قدمهم طبعا كابتن محمود الخطيب اللي بشكره جدا أنه كان موجود في الماتش أول مبارح والحمد لله يعني ما خزناش الجمهور وعملنا ماتش هاي الفنية ليه كنت حاسة أن أنت مضغوط يعني كان فيه ضغطات كان فيه دموع كان ماتش غريب شوية حتى انتهى بطريقة درامية أنا ساميها بطريقة فيها دراما لأن أنت الشوطين الأولانيين تقريبا يعني كان فيه صاحق للأهلي بعد كده الشوط التالت تقريبا كنا يعني فرق السبع نقاط ما بيننا وما بينهم بعد كده عودة الأهلي كانت سريعة جدا فده حصل بسرعة كمان قوي فإيه إيه اللي حصل؟ يعني هو الماتش الحمد لله كان ماشي كويس جدا نشوطين الأولانين وطبعا احنا بلاقي فرقة كبيرة جدا ممكن ترجع في أي وقت للماتش وهو ده اللي كان حصل في الشوط التالت حصل إيه كل أو تعادل يعني كذا مرة لكن الحمد لله بإسرائيل لعيبة وكم تغييرة كده عملناها الحمد وعملتها يعني الحمد لله الماتش رجع يعني أو الجيم رجع وقدرنا نكسب تات الصفر بالنسبة للضغوط طبعا زي ما قلت لك يعني يعني الضغط فعلا كان كبير جدا علي وعلى الفرقة بالذات لأنه نحن بقول لك خسرنا ماتش وكانت دايما الجمهور بيتطلع للفرقة دي بالذات أو فرقة الفولي بالنادي الأهلي دايما يتطلع للمكسب حصل انتقاضات كتبير جدا للفرقة وولية والمسئولية انتقادات ايه؟ انتقادات يعني أهمها طبعا يعني الكبر سن العيبة لا دي أنا لا دي فرقة العوجيز دي لها موضوع قصة يعني انتقادات دي وانا ما بطلعش العيبة ناشئين والمحترفين اللي بجيبهم مش على قد المستوى كل ده طبعا يعني غير صحيح بالمرة ولو حايزة طبعا نسرد الموضوع دا ما فيش مشكلة لكن هي المسئولية هي اللي خلتني يعني يمكن دموعي شبقتني شوية أنا دموعي قريبة شوية بس هي المسئولية مسئولية بقى مسئولية كم مليون واحد عايز يفرح مسئولية مجلس إدارة حطي ثقف في الفرقة دي مسئولية اللعيبة كل ده مسئولين مننا فالحمد لله يعني ربنا كل المجهود بمجسب قدرنا ان احنا نرجع تاني للدوري وان شاء الله عندنا مطش بعد بكرة مع الترسانة اذا كسبناها هنعتلي الدوري ان شاء الله ونكمل بعد كده الدور التاني بإذن الله ودايما في اعتقادي انه الأهل دايما يعني بيحضر في الوقت المناسب صحيح كنت عامل جيم رائع جدا وخلص صحيح 3 أشوات يعني 3 صفر على الزمالك بس ده يعني مش بسهل كده وانا دايما نقول انه وفيش نجاح بيأتي بالصدفة فكلمني عن الاستعدادات دي اكيد لو احنا بنتكلم على دربي على فكرة يا جماعة عايز اقول لكم حاجة ويعني يمكن تاريخ النهاردة بنتكلم على تاريخ او بالأرقام القياسية النهاردة في تاريخ دربي الاهلي والزمالك في طائرة رجال 12 دربي صح؟ 12 مباراة بين الاهلي والزمالك والاهلي لم يخسر إلا ماتشين فقط يعني فوز الاهلي كان في 10 ماتشات وخسرتين على بالمناسبة يعني كانوا تحصيل حاصل صحيح؟ فكلمني بقى عن التاريخ ده كلمني عن يعني ايه كان أهميتك؟ معي أنا يعني مع الفرقة على مدار تاريخ الفوليبول في النادي الاهلي لا النادي الاهلي اللي هو بالزمالك كتير جدا كان فيه طبعا يعني خلينا في فترة لما أنا مسكت مدير فني أنا لعبتهم تقريبا 12 مرة كسبت 10 وخسرت المرتين مرة كانت مهمة ومرة ما كانتش مهمة مم مرة ما كانتش مهمة ومرة ما كانتش مهمة ومرة ما كانتش مهمة